في السابع عشر من هذا الشهر نظم عدد كبير من سكان ولاية نانكرهار احتجاجات نددوا فيها بضربات الجوية الباكستانية على الأراضي الأفغانية وفي اليوم السابق نظم سكان ولاية خستة التي تعرضت لضربات جوية مسيرة واسعة نطاق ضد الدربات الجوية الباكستانية هذا وشنت باكستان غارة جوية على شرق أفغانستان من مساء الخامس عشر من هذا الشهر حتى الصباح الباكر للسادس عشر من هذا الشهر بتوقيت المحلي وحتى الآن ووفقا للبيانات الرسمية المحلية خلفت الغارة الجوية سبعة وأربعين قتيلا على الأقل وبعد الغارة احتجت الخارجية الأفغانية بالحكومة الأفغانية المؤقتة على شن الضربات الجوية الباكستانية في ولايتين بشرق أفغانستان في السادس عشر من الشهر الجاري حيث قال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية المؤقتة قال إن التصرفات باكستان ستؤدي إلى عواقب لا يمكن السيطرة عليها وفي هذا الصدد أصدرت الخارجية الباكستانية بياناً في السابع عشر تدين فيه بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية لتنفيذ أنشطة في باكستان وحثت باكستان الجانب الأفغاني على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين وأقل الجيش الباكستاني إنه في الرابع عشر من هذا الشهر قتل سبعة جنود باكستانيين على أيدي إرهابيين وفي ديسمبر من العام الماضي حاولت حركة طالبان الأفغانية دفع محادثات السلام بين الحكومة الباكستانية وطالبان الباكستانية في المناطق الحدودية لكنها فشلت لأسباب مختلفة